هذا الموضوع أقول بالإجمال ليس مستبعدا نحن لا نستبعد أي شيء يفعله الأمويون ولا نستغرب هذا من يزيد وفي الوقت نفسه كذلك فإن شدة ظلامة العترة الطاهرة على طول التأريخ هي الأخرى تجعلنا لا نستبعد شيئا من هذا لكننا لا نملك دليلا واضحا فضلا عن أن التفاصيل التي ذكرت في الكتاب فيها خبط وخلط وتحريف واضح لا أريد أن أعلق على كل شيء بعض المطالب أعتقد أنها واضحة لديكم لا تحتاج إلى تعليق لكنني سأقف عند هذه النقطة مثلا في وصية الصديقة زينب للإمام السجاد بحسب ما جاء في الكتاب الذي قرأت منه والثانية إذا دخلت مجلس يزيد الشؤم فاصبر وعامله بالمدارات وتكلم معه بهدوء ولا تعترض كلامه ولا ترد عليه كلاما ولا تجب له سؤالا فإني أخشى أن يقتلك وليس بعد اليوم زينب لتحضر معك في المجلس فتدافع عنك وتمنعه من قتلك بينت قبل قليل من أن واقعة كهذه لم تحدث في مجلس يزيد هذا لا يعني أن يزيد لم يكن ناويا أن يقتل الإمام السجاد لكن الواقعة هذه ما حدثت في مجلس يزيد وإنما الواقعة كما هو معروف قد حدثت في مجلس عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد هو سيئة من سيئات يزيد ويزيد لعنة الله عليه كان في نيته أن يقتل الإمام السجاد ويقتل العائلة الحسينية بكاملها هذا ما هو كلامي هذا كلام العترة الطاهرة هذا كلام إمامنا السجاد في كتبنا القديمة ومصادرنا المعروفة وهذا جرى في السبي الأول أما السبي الثاني فليس هناك لا من عين ولا من أثر في أحاديثنا سأقرأ عليكم شيئا مما جاء بهذا الخصوص الكتاب الذي بين يدي هو إقبال الأعمال لابن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وهو كتاب معروف وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والخمسين ينقل ابن طاوس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لي أبي محمد بن علي إنه الباقر سألت أبي علي بن الحسين إنه السجاد إذن الرواية عن الصادق عن الباقر عن السجاد صلوات الله عليه الصادق يقول قال لي أبي محمد بن علي سألت أبي علي بن الحسين عن حمل يزيد له عن حمل يزيد له عن أسره حينما حمل من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى دمشق سألت أبي علي بن الحسين عن حمل يزيد له فقال حملني على بعير المطبوع هنا يطلع ولا معنى له في النسخ الصحيحة والقديمة على بعير يضلع يعني يعني يسير سيرة عوجا إنه أعرج حينما يسير لا يسير في سيره بنحو مستقيم إنما تكون مشيته وحركته مائلة إلى جهة من الجهات هذا هو البعير الذي يكون ضالعا حملني على بعير يضلع بغير وطاء ورأس الحسين على علم على علم على روح مرفوع يراه الجميع ورأس الحسين على علم ونسوتنا خلفي على بغال المطبوع هنا فأكف لا معنى لها في النسخ الصحيحة واكفة ونسوتنا خلفي على بغال واكفة الواكفة الباكية الدامعة فالنسوة في حالة بكاء وكفت العين بكت ودمعت ونسوتنا خلفي على بغال واكفة والفارطة خلفنا الفارطة المجموعة العسكرية التي كانت تسبقهم تسبق مجموعة السبايا لفتح الطريق لتأمين الطريق خوفا من معترضين يعترضون عليهم يعترضون على فعل بني أمية ب آل رسول الله الفارطة القوة العسكرية المرافقة لهم والتي تتقدمهم ولكن هنا لما دخلوا إلى دمشق والفارطة خلفنا صاروا خلفنا لأننا وصلنا إلى دمشق والفارطة خلفنا وحولنا بالرماح إن دمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالرمح بينما في ما ذكر عن الإمام السجادي في السبي الثاني يقول وفي السبي الأول كانوا يضربون رؤوسنا بالعصي وفي السبي الثاني جعلوا يضربون رؤوسنا بكعب الرمح ما هذا قد حدث في السبي الأول وهذه الرواية منقولة عن إمامنا الصادق عن إمامنا الباقر عن السجادي صلوات الله عليه ونسوتنا خلفي على بغال واكفة عيونها دامعة والفارطة القوة العسكرية التي رافقتنا في الطريق والفارطة خلفنا وحولنا بالرماح إن دمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالرمح حتى إذا دخلنا دمشق صاح صائح يا أهل الشام يا أهل الشام هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون هكذا كانوا ينادون على أهل بيت رسول الله حتى إذا دخلنا دمشق صاح صائح يا أهل الشام هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون ويقولون لنا لماذا تلعنون يهزيت ويقولون لنا لماذا تلعنون معاوية ويقولون لنا لماذا تلعنون السقيفة المشؤومة ما هي هذه نتائج السقيفة المشؤومة هذا ما هو بنداء الشاميين هذا نداء السقيفة بني ساعد حتى إذا دخلنا دمشق صاح صائح يا أهل الشام هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون صلوات على أهل البيت ولعنة على أعدائهم لعنة على سقيفة بني ساعد لعنة على أشياعها وأتباعها لعنة على آل السقيفة قاطبة ولعنة على بني أميته قاطبة حتى إذا دخلنا دمشق صاح صائح يا أهل الشام هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون الأمويون منذ زمان معاوية يلعنون أمير المؤمنين وهذا استمرار للعن معاوية لعنة الله عليه أمير المؤمنين وماذا نقرأ أيضا هذا هو تفسير القم لعلي بن إبراهيم القم رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه من خيرة رجال حديثنا ومن خيرة رواة حديث العترة الطاهرة أتحدث عنه وعن أبيه هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والثمانين بعد الستمئة والرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق يقول لما أدخل رأس الحسين بن علي على يزيد لعنه الله وأدخل عليه علي بن الحسين وبنات أمير المؤمنين وكان علي بن الحسين مقيدا مغلولا فقال يزيد يا علي بن الحسين الحمد لله الذي قتل أباك فقال علي بن الحسين لعن الله من قتل أبي قال قال فغضب يزيد وأمر بضرب عنقه فقال علي بن الحسين فإذا قتلتني فبنات رسول الله من يردهم إلى منازلهم وليس لهم محرم غيري فقال أنت تردهم إلى منازلهم ثم دعا بمبرد فأقبل يبرد الجامعة من عنقه بيده إلى آخر ما جاء في حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي حدث في مجلس يزيد بحسب ما حدثنا إمامنا الصادق الذي تحدثت عنه هذه الوصية الموجودة في هذا الكتاب في كتاب أنوار الشهادة في مصائب العترة الطاهرة لحسن الكثنوي الحائري الموجود في هذه الوصية من أن عقيلة بن هاشم هي التي دافعت عنه وهذا لم يكن له من عين ولا أثر في مجلس يزيد إنما كان ذلك في مجلس عبيد الله بن زياد في كتاب الاحتجاج للطبرسي وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الكبير الذي يشتمل على الجزعين صفحة 311 من كلام دار فيما بين إمامنا السجاد ويزيد لعنة الله عليه محاورة أنا لا أجد وقتا كافيا كي أقرأ كل شيء أشرت إلى مصدرها إنها تلتقي في المضمون مع ما قرأته عليكم من تفسير القمي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في مصدر قديم من مصادر القديمة بصائر الدرجات الكبرى والذي طبع بهذا العنوان فضائل أهل البيت لمحمد ابن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري وعاش زمان الغيبة الأولى توفي سنة ميتين وتسعين للهجرة على ما هو معروف إمامنا الحسن العسكري استشهد سنة ميتين وستين للهجرة وهذا الصفار كان من أصحاب إمامنا الحسن العسكري وعاش زمان الغيبة الأولى وتوفي سنة ميتين وتسعين للهجرة هذا الكتاب من جواهر كتبنا لكن النسخة التي بين يدي من النسخ التي تعرضت للتحريف وللتصحيف هذه طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان صفحة 317 إنه الباب الثاني عشر الحديث الأول من هذا الباب وكذلك الحديث السادس بسبب التصحيف فيما جاء في هذه الطبعة فإنني سأقرأ عليكم الحديثين الذين أشرت إليهما في بصائر الدرجات من بحار الأنوار لأن المجلس قد نقل الحديثين من نسخة صحيحة تخلو من التصحيف الموجود في هذه النسخة أقرأ عليكم من الجزء الخامس والأربعين من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1110 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة إنه الحديث الخامس والعشرون بسنده بسند المجلس عن صاحب بصائر الدرجات عن محمد الحلبي قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول لما أتي بعلي بن الحسين يزيد بن معاوية عليهما لعائن الله عليهما على يزيد وعلى أبيه معاوية هذا لعن إمامنا الصادق لهما لما أتي بعلي بن الحسين يزيد بن معاوية عليهما لعائن الله ومن معه ومن مع علي بن الحسين جعلوه في بيت فقال بعضهم إنما جعلنا في هذا البيت فقال بعضهم من أتباع يزيد من الحراس من الذين جعلهم يزيد يراقبون الإمام السجاد والعائلة الحسينية يتحدثون فيما بينهم بأي شيء باللغة الرومية لم يكونوا عربا لما أتي بعلي بن الحسين يزيد بن معاوية عليهما لعائن الله ومن معه جعلوه في بيت فقال بعضهم إنما جعلنا في هذا البيت الإمام السجاد يترجم كلامه إنما جعلت هذه العائلة إنما جعلنا في هذا البيت ليقع علينا فيقتلنا العائلة العائلة الحسينية متى وصلت إلى الشام في أول صفر وهذا أمر مفروغ منه معروف جدا ومر الكلام بخصوصه في الحلقات المتقدمة إنما جعلنا في هذا البيت ليقع علينا فيقتلنا فراطن الحرس فقالوا هم يتكلمون باللغة الرومية تراطنوا تكلموا بلغة ليست عربية فهل يتكلمون الفارسية مثلا وهم أتباع يزيد إنهم يتكلمون اللغة الرومية فراطن الحرس فقالوا فيما بينهم يتحدثون وبصوت عال لأنهم لا يتوقعون أن الإمام سجاد سيعرف كلامه فراطن الحرس فقالوا انظروا إلى هؤلاء إلى الإمام السجاد والعائلة الحسينية انظروا إلى هؤلاء يخافون أن يقع عليهم البيت هذا الكلام قد يجعلنا نفهم 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 أن الجملة فقال بعضهم إنما جعلنا في هذا البيت ليقع علينا فيقتلنا أن تكون قد صدرت من بعض أفراد العائلة وقد وقد يكون الكلام صدر من بعض الحراس أيضا ليس المهم أن يكون الكلام قد صدر من بعض أفراد العائلة أو ربما صدر من بعض الحراس المهم في نهاية الحديث نهاية الرواية فقال انظروا إلى هؤلاء يخافون أن تقع عليهم البيت وإنما وإنما يخرجون غدا فيقتلوا هذا الكلام كان يعرفه الحراس وإنما يخرجون غدا فيقتلون العائلة وصلت في اليوم الأول من شهر صفر أدخلت على يزيد لأن يزيد في ذلك الوقت لم يكن في قصره كان في نزهة في أطراف دمشق وأراد أن يهيئ للأمر تهيئة احتفالية كبيرة فأدخل إلى قصر يزيد في اليوم الثاني وبعد أن أدخل إلى قصر يزيد أدخلهم في تلك الخربة التي أريد لهم أن يحبس فيها وفي اليوم التالي سيخرجون الإمام السجادة والعائلة كي يقتلوهم جميعا انظروا إلى هؤلاء يخافون أن تقع عليهم البيت وإنما يخرجون غدا فيقتلون إمامنا السجاد يقول لم يكن فينا أحد يحسن الرطانة غيري المراد من الرطانة اللغة غير العربية لم يكن فينا أحد يحسن الرطانة غيري والرطانة عند أهل المدينة الرومية الرطانة ليست مخصوصة بالرومية فقط وإنما الرطانة لكل لغة ليست عربية ولكن الإمامة يتحدث عن عرف أهل المدينة المنورة فإنهم حينما يتحدثون عن اللغة الرومية وعن المتحدثين بها يقولون عنهم من أنهم تراطنوا خلاصة الكلام خلاصة الكلام فإن نية يزيد كانت أن يقتل الإمام السجادة وأن يقتل العائلة بأجمعها ولكن الأمور تغيرت بعد ذلك خطبة السجاد وخطبة العقيلة وما جرى في قصر يزيد وما ترك ذلك من أثر على الناس جعلت يزيد يغير موقفه إلى الحد الذي أرسل قوة حماية في خدمتهم في خدمة العائلة الحسينية وسلم الإمام السجادة الرؤوس الشريفة وعاد بها إلى كربلا الحديث السادس والعشرون في الصفحة نفسها وعن بصائر الدرجات أيضا بسنده عن داود ابن فرقت والرواية يبدو سقط منها بعض نصها ذكر قتل الحسين أو ذكر أي أن الإمام المعصوم ذكر قتل الحسين وأمر علي بن الحسين لما أن حمل إلى الشام فدفعنا إلى السجن هذا الكلام يفترض أن يعود إلى الإمام السجاد فدفعنا إلى السجن قلت لكم من أن الكتاب أتحدث عن بصائر الدرجات تعرض إلى تصحيف وما قرأته من بحار الأنوار قرأت من نسخة هي أفضل من النسخة التي عرضتها عليكم قبل قليل فدفعنا إلى السجن فقال أصحابي ما أحسن بنيان هذا الجدار فتراطن أهل الروم بينهم فقالوا ما في هؤلاء صاحب دم إن كان إلا ذلك يشيرون أن صاحب الدم هو هذا يشيرون إلى الإمام السجاد يعنونني فمكثنا يومين مكثنا يومين في ذلك السجن ثم دعانا من الذي دعاهم يزيد وأطلق عنا يعني أن العائلة الحسينية مكثت في الخربة يومين وبعد ذلك رجعت رجعت مستعجلة إلى كربلاء دخلوا في أول يوم من صفر إلى دمشق وأدخل وأدخل على يزيد في اليوم الثاني وبعد مجلس قصر يزيد أدخل إلى الخربة مكثوا يومين الثاني والثالث فهم قد خرجوا من الخربة إما في اليوم الثالث أو في اليوم الرابع وأقاموا العزاء على الحسين في دمشق وهذا مذكور في كتب الشيعة والسنة أقاموا العزاء ثلاثة أيام وبعدها تحركوا إلى كربلاء المدة طويلة التي بقيت لا كما يحسبها الأغبياء وثولان من مراجع النجف وكربلاء من الأموات والأحياء من الذين يشككون في رجوع الإمام السجاد مع العائلة الحسينية إلى كربلاء وصلوا في أول يوم من شهر صفر دخلوا على يزيد في اليوم الثاني مكثوا يومين في الخرب اليوم الثاني والثالث وعلى أبعد احتمال بقوا إلى اليوم الرابع وفي اليوم الرابع بدأ مجلس العزاء الذي استمر ثلاثة أيام اليوم الرابع الخامس السادس وبعدها تحركوا باتجاه كربلاء مدة زمانية ليست قصيرة فتحركوا من دمشق إلى كربلاء ووصلوا في العشرين من صفر على أي حال أنا لا أريد أن أتناول هذا الموضوع وأن أستعرض كل الدقائق وكل الأجزاء التي ترتبط به إنما أردت أن أقول من أننا لا نستبعد كل أنواع الإجرام من يزيد ومن أبناء سقيفة بني ساعد فكان يزيد يريد أن يقتل السجاد ويقتل العائلة بكاملها بنسائها وأطفالها ولكن الأمور تغيرت ومكثوا في الخربة يومين مثل ما قال لنا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه لا نعبأ بما يقول المؤرخون الحقائق واضحة وجلية بين أيدينا وهذا جزء من برنامج زيارة الأربعين هكذا جرت الأمور وهكذا خطط لها نذهب إلى فاصل